ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله مشيرة إلى أن قرار عدم الترشح سيصدر من خلال الساعات المقبلة وعلى أبعد تقدير صباح الأحد وهو الموعد الأخير لتقديم طلبات الترشح للرئاسة وأضاف المصدر لماروك أخبار يومية أن حزب التحرير سيعقد لقاء قريبا مع كل أعضائه لاختيار شخصية مناسبة لخوض الانتخابات الرئاسية بعد أن استجاب بوتفليقة للمطالب الشعبية بعدم ترشيحه ويشار أن بوتفليقة يعاني من أطار جلطة دماغي أصيب بها في عام 2013 كما ازداد الجدل حول وضعه الصحي وقدرتها على الحكم مع إعلانه عزمه الترشح لولاية الرئاسية خامسة في فبراير الماضي نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية